هاريتا جوند كولتور مع دكتور عماد مراد اليوم رح نحكي عن الانتاج النووي بالعالم بوجهور صباح خير صباح النور نووي يعني سلاح؟ نعم يعني سلاح؟ بالمبدأ نووي يعني سلاح هيك بالمنظور العام يعني وقتا نحكي نووي يعني نحكي سلاح بالمنظور العلمي لا في نووي يعني انتاج طاقة يعني إفادة للناس مثل ما بفرنسا بأمريكا ببريطانيا ومثل ما عم تحاول إيران تقول أنه نحنا منستعمل أو منخص بالإيرانيوم حتى نقدر نفيد الناس أكتر دولة بالعالم تستفيد من الإيرانيوم لإنتاج الطاقة هي فرنسا وطول عمرهم الإيرانية من سنة الخمسين لهلأ عم بيجربوا يقنعوا العالم أنه نحنا هدفنا منه السلاح هدفنا مش إمليناوية هدفنا هو الطاقة ولكن يعني هي بتخصيب الإيرانيوم طريق نفسها هي الطريق نفسها بس حسب البرسانتاج يعني قد تقدر بالمية تستخرج إيرانيوم من مواد الخام كلما استخرجت أكتر ببرسانتاج كلما اتجهت نحو السلاح يعني مثلا 3.5% 3.6% دقرت استخرجت إيرانيوم مخصب يعني أنت رايحها صوب الكهرباء صوب المعامل صوب الإنارة صوب تشغيل موتورات كبيرة وكلما اتجهت نحو 90% من تقصيب الإيرانيوم يعني أنت عم تتجه نحو إنتاج السلاح النووي اليوم في عدد كبير من البلدين عالم عندها صلاحية يعني مقبول أن تكون عم تخصيب إيرانيوم معترف بيها شو هي وليش معترف بيها هي انطلقت الإمبلة النووية من الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1940 يعني من تقريبا 80 سنة بآخر الحرب العالمية الأول تاني بآخرها كانت ألمانيا خسرت بعد في اليابان ما استسلمت بيقوموا بيزدوا إمبلتين نوويتين على اليابان هيروشي مونا كازاكي مرة حكينا عن هالإمبلتين بإحدى الحلقات ولكن قبل هالإمبلتين كان الرئيس روسفيلد إجاء تلفون من أنشتاين أنشتاين عالم فيزيائي مشهور ألماني الأصل ولكن بيعمل بأمريكا بجامعات أمريكا وبمختبرات أمريكا بيقلوا لروسفيلد ألمانيا هكنا بعدها ببداية الحرب العالمية التاني ألمانيا تحضر لإمبلة زرية إذا أمريكا بتربح الحرب عليها تسابق ألمانيا بإنتاج الإمبلة الزرية وبينتهي الاتصال هون روسفيلد بأوتو زكاة بيعمل لجنة لجنة كتير كبيرة من أكبر علماء الفيزياء بأمريكا وبيطلب منهم يعملوا إمبلة زرية تسابق ألمانيا وعلى رأس هالجروب واحد اسمه أوبنهايمر روبرت أوبنهايمر مفكر وعالم وخارق الزكاة وبيقدر بفترة خمس سنين بتموز 1945 ينتج إمبلة زرية وهذا الطالب كان وقتا كان صغير راح تتعلم وعمل دكتوراه هذا هو راح على ألمانيا عمل دكتوراه وبين أنه من أزكى طلاب ألمانيا كلها لألمانيا كانت بعهد هتلر متطورة علميا وبالسلاح وبالفيزياء وبالكيمياء أبدع وصار مرافق للمشرف تبعه بالدكتوراه وقتا رجع على أمريكا وعينوه بلجنة منهتن هاللجنة اللي بتعمل إمبلة زرية أبدع بهالإنتاج وبي 16 تموز 1945 عملوا أول تجربة نووية أو زرية هي بتفرق بين إيرانيوم وبلوتونيوم هاي بسميها يا زرية يا نووية يا نووية أو هيدروجين عملوها بصحراء نيفادا بنيو ميكسيكو وأنتجت أنه نحن قدرنا اكتشفنا أمبلة زرية بعد كم يوم عطل أمر ترومن كان مات روسفل عطل أمر ترومن بإلقاء أول قنبلة زرية على اليابان هلأ هو أرار كتير متسرع متهور يعني الواحد أو مش عارفين لو أين بتتأدي يعني هلأ شعارفين فعلا قدر تأثيرها قدر تأثيرها على البشر على الناس على البيوت أنه عاملين تجربة وحدة أكيد عاملين تجربة وحدة ومش رجل عاملوا ألف دراسة وخمسة ألف دراسة وخمسة ألف إنتاج أنه نحن قدر تقتل وشو بتعمل شو بتعمل بالبشر السؤال هل كانت إلا يعني معنا بوقتها هلأد هل كان بدي هلأد ها هون السؤال أنه ما كان بدي يمكن هلأد أنه اليابان تقتربة على الآخر بتستسلم ما كل المرحلة العالمية التانية خلص خسروا إلمانيا واستسلمت هتلر وانتحر من بعد في اليابان العام هلأب تستسلم أنا عامل تحكي بتكتكي الحرب يعني ولا مرة بيكون فيه أكيد أكيد لزوم لاستعمال السلاح مازال استعملوها بستة قاب أول أمبلة وقتلت ودمرت وحرقت ووصل عدد لقتلة فيما بعد لأن الناس ميتت بالسرطان 200 ألف قتيل هي عكعبة ميت حوالي 80 ألف قتيل بعد ثلاثة أيام بما أنه اليابان ما استسلمت قامت رومن عطى أمر بإلقاء أمبلة تانية لك لأي درجة شراسة بالاستعمال الأمبلة الزرية وكانت معدلة أكتر وأقوى كبع على ناكازاكي العدد الإطلاء أقل ولكن هي أقوى لأن ما نزلت بمطرح في عدد سكان موازلة هيروشيما أمبلة كتير قوية اضطرت ساعتها اليابان على المزال السلاحة القديم تطور ما في أمل استسلمت وكانت هالمرتان هي المرتان الوحدتين اللي بيتنفي استعمال سلاح نووي الكرة الأرضية ما استعملت سلاح نووي عن قصد أو بحرب إلا هالمرتان فقط على يد القوات الأمريكية مع هذا وكله لليوم فيه شيء اسمه حرب نووية ولو كان السلاح غير مستعمل تعرفي مادام كاتيا نحن عشنا حرب باردة بين الـ 45 و الـ 91 بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة ومع أوروبا الغربية وبين الاتحاد السوفيتي الشيوعي ومع أوروبا الشرقية والصين وهالدول بتأمن بالاشتراكية العالمية اثنينتهم عم يتسابقوا مين بيعمل سلاح نووي أقوى هلأ وقت الواحد يفكر يعمل سلاح نووي أقوى يعني يعني يفكر يقتل تصور لأي درجة الشراسة أو الحئذ أو حب الدم بهالاختراعات لدرجة أنه أوبنهايمر وقتا شاف القملة الزرية شو عملت وقتا شاف شو عملت بهيروشيما وناكازاكي طلب موعب من الرئيس ورح لعنده عطاء بما أنه هو يسمى أوبنهايمر يسمى قبل أمبل الزرية بعد أن يعتبر أوبنهايمر هو الربح أمريكا الحرب العالمية التاني ولو اسمه مش عسكري أو معروف بفوت بيقعد هو بيستقبل استقبال الأبطال بيسأله ساعته أوبنهايمر مخترع لإمبلين بيقل له أنا عندي شعور بالندم بفاجئه للرئيس ترومن شعور بالندم بيقل له عشو بيقل له أنا طلطخة إيدي بالدم الرئيس عم يعطيك أهمية جاية قل له مثل كأنه ندمان على اختراع الأملة الزرية بيقل له أنت تلطخت إيديك بالدم أنا بالعكس أنا لطخطو لي إيدي بالدم يعني مش أنا اللي اخترعت الأملة الزرية أملة الزرية لطخطتلي بالدم يعني عمي لعبالة وبرضه أنا فخور عزر أقبح من زنبي أنا فخور أنه عطيت الأمر فدى أمريكا ما هنه بأمريكا لا أمريكا دولة عزمة لا دولة قوية لأنه أول شي تقدس مواطنية تقدس مواطنية وتقدس من قدسها إلى ها ليتل بوي أول أملة على هيروشريما جاد بلاس أمريكا كتير بيخافوا على أمريكا هلأ من بيروح بالدعس ما بيأس مهم أمريكا مهم أمريكا مصلحة أمريكا قبل كل شي ها الأملة الروسية ها اللي أمنا نحكي عنها الأكبر بالتاريخ البشرية بالتاريخ البشرية كلها فإذن ساعتها ترومن بيتفاجأ من جوابه لأبو الأملة الزرية بيقتش له اللقاء ضغري أنه ندمان عشو أنه ربحت أمريكا مثل كأنه بيشحطوا أول ما بفلت أوبنهايمر من المكتب بيبعث وراء مدير مكتبه ومسؤول أمنه للرئيس ترومن بيقل له هيدا الشخص وبيسبه ما رح نقوله على الهوى هيدا الشخص ما بدي يرجع يشوفه بالأسر بالبيت الأبيض حسسوا بالزنب حسسوا له بالزنب وحسس حاله بالزنب وأنه ندمان على انتصار أمريكا وهيدا مش موجودة بأمريكا هلأ دغري مباشرة أحد العملاء والعلماء بنفس الوقت هو عميل وعالم بأمريكا بيسرب خطة إنتاج الإمبلة الزرية للروس هن في منافسة روسية أمريكية سنة 49 تاني دولة هي روسية الاتحاد السوفيتي بتعمل دولة إمبلة الزرية بتجربها سنة الواحدة وخمسين تطلع ناشحة جدا وبدأ الصراع والتنافس لكن البلدين الأقل قوة يعني وحتى اقتصاديا كيف قدرت توصل أنه تبلش تخصي بيورانيوم تعرفي هون وقتها صار في منافسة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية صار كل دولة من هاتنين ساعد الحلفة تبعة كان عندنا حلف شمال الأطلسي وحلف وارسو تجمع دول ضد تجمع دول صار بدنا شوفينا ندعم دول قريبة للتاني حتى نكون ضبطينا هلأ الاتحاد السوفيتي قد ما عنده ناس معه وحلف شمال الأطلسي بأمريكا معه فرنسا وبريطانيا وحلف وارسو بده يجرب يفوت على أوروبا جرب يعمل بروباقاندا لحاله سنة الواحدة وستين بكمة الحرب الباردة وقتا كان مثلا الاتحاد السوفيتي بكوبا عم بيقرب على أمريكا تيحشرون الأمريكان لك أنا وين موجودة تقوم بتعمل هالأمبلة شفناها على التلفزيون أكبر أمبلة نووية بتاريخ البشرية يلي هي كبوها بسيباريا ها هي كبوها بسيباريا عملت مفعول سبعة وخمسين مليون طن ما زال قد مقوتها عظيمة وكبيرة خرقت الطبقة الأولى من الغلاف الجو وطلعت على آخر الطبقة التانية ستراتوسفير هو تروبوسفير ستراتوسفير طلعت على آخر الطبقة التانية وعم بيكبوها بنطرح ما في ناس وقتا يعملوا تجارب نووية بيعملوا منطقة فيك فيها بطون فيها شسورة بيحطوا سيارات بيحطوا حيوانات تيشوفوا مفعول هالأمبلة النووية هذه الأمبلة النووية اللي اسمها قيصر هيا تبعا سنة الواحدة وستين بتكسر زيز وبيوت بمناطق بعيدة ألف كيلومتر عن المكان هنا عمي عساس بسيباريا ما في سكن لأننا في رادياشنز يعني الإشعاعات قتل البعدين والضغط وصل على بعد ألف كيلومتر ألف كيلومتر يعني مثل هنا أوروبا يمكن مثل هنا إسطنبول ألف كيلومتر تصور يعني آخر تركيا ألف كيلومتر هلأ بهالفترة كان الصراع على أوجه بين هالدولتين وانتشرت التجارب لليوم نحن لليوم صرنا عاملين فوق الـ 2500 يمكن أو 2200 تجربة نووية يا بالصحارة يا بالمياه يا بالجو يعني شغلة كتير خطرة لدرجة أنه فرنسا كانت تعمل بالجزائر تجارب نووية وتأثر عن ناس الساكنين كتير بعيد مش من زمان قررت فرنسا تطفع تعويض لأهالي اللي ماتوا من تجربة نووية بالجزائر واليوم يعني فيه وعي إنسان شو شرير إذا بتجي بتفكر بتعرفي أنه بتعرفي وصلك الدولة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي عنده 6000 رأس نووية شو بدو فيهم إذا هلأ هلأ أمريكا عنده 1750 رأس نووية لحالة أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع بزر واحد تفني البشرية هي نفسها يلي تنادي بحقوق الإنسان حول العالم يعني واللي هي حربة الأولى على أساس على اللي بتعدوا حقوق الإنسان الاتحاد السوفيتي أو روسية اليوم عنده 715 رأس نووية حاضرين كمان الاتحاد السوفيتي أو روسية اليوم استقدر تفني البشرية بـ 715 مبارح من كم يوم يعني من كم يومين نعم اغتيال العالم كتير مهم على الإيراني على الأراضي الإيرانية صح طبعا حكى في هز الدنيا هز الدنيا وهز الشرق وهز إيران وهز لبنان حتى ليش هلقد الخوف من تخصيب الإيرانيون بإيران بتعرف دايما دول العظمة بتفضل الدول الصغرى أو المتوسطة ما تستلم أسلحة نووية لأن ما بتعرف الإيادات اللي بتستلم السلطة إذا تتهور وتستعمل هالإنبلي بس في دولتان عندها أسلحة نووية وهي مش متطورة هي الهند وباكستان عندهم أسلحة نووية 140 راس نووية و150 راس نووية كوريا الشمالية بال2006 عملت أول تجربة نووية وما بنعرف أدي عندها إسرائيل إسرائيل كمان ما بنعرف يقدر أنه بمفاعل نومونة عندها ديامونة عندها 80 راس نووية ولكن إيران بما أنه بصراع مع الجوار وبصراع مع الغرب وبصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية أكيد ما رح يسمحوا له تخصي بالإيرانيوم لدرجة أنه تستعمله لأمور هالأسكرية بهالمطرح هي مدعومة من روسيا تقنياً مدعومة من روسيا ولكن روسيا ما بتسترجي بموجهة أمريكا تقول أنا عم بدعمها تسير عندها سلاح ولا الصين بتسترجي بقولنا احنا مندعمهم تقنياً تكون عندها سلاح سلمي أو نووي سلمي لإنتاج الطاقة ودعم المعامل أو إنتاج أول نفس التفسير اللي عم تبرره إيران نفس الشي هلأ رح إلك شغلة ما بتتداول بالإعلام كتير وتستلم أول شيء إيران بلشت بتخصيب اليورانيوم بالمعامل اليورانيوم بالخمسينيات عيام وقت الشاه كان صديق أمريكا ومعامل الموجودة اليوم بإيران حط الركائز تبعه أمريكا أمريكا بلشت تعمل معامل نووية ولكن وأتصار في إنقلاب الخميني على الشاه بعدت هالأمور كلها حتى الخميني روحوا لها الخميني وأتقالب على الشاه قال أنا ما بدي أعمل سلاح نووي هيدا ضد الإنسانية واليوم الخامنئي مرشد الجمهورية الإسلامية بإيران مطلع فتوى شفاهية أنه إحنا ما بدنا نعمل سلاح هلأ مين ما بيصدق دول الجوار أمريكا بده رضا الخليج تصحب منه مصاري وإن حلاء فئلة إلا بقلول دول الخليج لأمريكا ما منصدق إيران أنه ما رح تخص بالإيرانيوم لحتى ما يكون عنده سلاح بدنا منك عطول تكون عم بقوله دول الخليج محاصطية لإيران نحن ما عنا سقفية لكن دينيا ولكن عسكريا ولا جغرافيا إيران عم بتحاول تعمل مد شيعي لتواجه الخليج من جهة ولتواجه المغرب العربي يعني ليبيا ومصر والجزائر والمغرب من جهة تانية لذلك بدأ أمريكا تضل حتى إيدها على تخصيب الإيرانيوم هلأ وقت عاملوا الاتفاق النووي أيام أوباما في ناس مبسطوا لإيران هو بالعكس الاتفاق النووي هو أكبر ضربة نووية لإيران فهمت العالم بالقلب لأنه سمحت بالاتفاق النووي أول شغلتان أنه علماء الوكالة الزرية ساعتل بدون يشوفوا المعامل شغلوا بقلب إيران وقدموا تقارير سنوية وتاني شي سمحنا بس لإيران تخصي بـ 3.5% من الإيرانيوم يعني بحيات إيران بالاتفاق النووي ما بيصير عندها سلح نووي ما بيصير عندها نسبة كافية لتعمل سلح أبدا بدها 90% 90% فقط بس ليش يعني كان الخوف من الاتفاق من الاتفاق يعني النووي ما زال هيك يعني ما زال القد علميا مانا مفيدة لإيران ليش كان هالخوف الكبير تعرفي برجع بقول أن دول خليج انتن خايفين دول خليج خايفين مننا أنه إذا أنت عطوها 3.5% يمكن بداية أو بترتاح نوعا ما بما أنكم بتشيلوا العقوبات عنها وبتخلوها تشتغل 3.5% يمكن بالسر تعمل أكتر يمكن بالمستقبل يصير فيه تعاون أمريكي إيراني بالتخصيب الإيراني هلأ ما أقول يكون معا ما أقول يكون ضد هلأ أكيد هلأ مين فيه بالواجهة دايما إسرائيل إسرائيل هي الكلمة الأخيرة الفصل لها كان بأمريكا لأنه في اللوبي اليهودي بالإدارة الأمريكية وكان بالشرق ما رح تقبل إسرائيل أنه يكون في دولة نووية غيرة بالشرق ما رح تقبل ولا ممكن تقبل هي متسلطة ومتصلبطة على المنطقة بالشرق وهي بتحرك السياسة الشرقية ما رح تقبل يكون فيه دولة نووية أخرى والإغتيالات اللي عم بتصير من الألفين وعشر إلى هلأ مش بس إغتيالات يعني كان صار فيه صارنا سنة وأكتر سنتين في تفجيرات تفجيرات ومعامل عم تحتري مئة بالمئة أنينغاز مش عم نعرف شو القصة يعني بس ست علماء نوويين من الألفين وعشر اليوم خمسة منهم بين الألفين وعشر والألفين وعشر نقتلهم من كبار علماء النوويين بإيران يعني هيدا كأنه عم بيقلولهم لإيران شغلتان مكشفين ممنوع تخصب الإيران يوم وتاني شي أنتم مكشفين يعني أنتم عاملين الحال كون هاي كأنه أمريكا وإسرائيل عم بتقلها لإيران واليوم يعني يكون الاختيل صار يهل قد بقلب بقلب طهران بقلب طهران يعني كمان رسالة بعد أكبر وأكبر وشخص معروف وشخص دائما بيقولوا انتبهوا عليه ونتانياهو أكتر من مرة ذاكره وحاوط يعني أكتر من مرة ذاكره مش عم نعرف ليه هالشخص نقتل حتى ليش سليماني نقتل كاسم سليماني كيف نقتل بهالسهولة وهالرد البسيط البيغ كان من قبل إيران على جريمة مثل هايدي يعني حتى اليوم معا بيصدقوا أنه اغتيال زادة أولة مبارح رح يكون الرد إذا كان الرد مثل علامات القسم سليماني يعني رح يكون بيغ كتير مع أنه الست علماء اللي نقتلوا بيقولوا في دلائل كتير كبير أنه إسرائيل اتلتون يعني كأنه إيران عم تعترف اليوم أنه المخابرات الإيرانية هشة بيفوت المخابرات الإسرائيلية أو الأمريكية أو الغربية بتفوت بتقتل اللي بدي بترائب بتعرفين أقوى عالم نووي عندها بتعرف وين ساكن بتروح بتحطله إمبلي لأنه العلماء قبل إن كان محمودي أو نجاد أو راشن كل هود اللي انقتلوا شو يعملوا رح تطولوا قدام بيتهم إمبلي بقلب السيارة على طريقة بها البساطة على طريقة اختيرات صارت عنا بال2005 و2006 تحت بها البساطة وعم نحكي دولة فيها مخابرات كتير قوية إيران أول ما يطلع بالسيارة يفجروا إياها عن بعد أو على حمابة السيارة في نوعين من هالانفجارات أول ما تحمل السيارة تطلع شوية حرارتها تنفجر هالإمبلي أو عن بعد وعن بعد يعني لازم يقدروا بسهولة ينلقط مين عم يتحرك بالمنطقة مين معه التليفون كان موجود هنا نحن ممنع بشو فيه بقلب إيران ولا شعب الإيراني كيف يعني قادر يكون عم بيتعامل مع هايدي السلطة اللي ظالمة بكتير من المطارح يمكن أكيد في معارضة إذا عم تحكي عن معارضة نعم في معارضة في مجاهدي خلق المعارضة اللي محلقلة تكون بقلب إيران عنده علاقات مع الخارج كمان بتتهم ولكن المغزى من هون أنه لن يسمح لم ولن يسمح لإيران بمتلك سلاح نووي ورح نرجع عنه تشغلي إيران هي بتقول أنا ما بدي بس ما بيصدقوها العالم كله هلأ اغتيال هالست علماء بها البساطة رح تزيد على اللي عم بتقولي يمكن في إنقصان داخل إيران عم قول يمكن ما من قدر نعرف ما من قدر نعرف يمكن في إنقصان داخل إيران هل إنقصان بيخلي بسهولة وهي دايما بتصير بالدول الضعيفة وتيصير في إنقصان داخلي بيستنجوا بالخارج هل إنقصان بالداخل عم قول يمكن بيخلي الوضع هش بيخلي أنه يصير في تسريبات ديراكت أو انديراكت يعني مباشرة وغير مباشرة للعمل برا للناس اللي حقوضي برا تقدر تفوت وتقتل بهذه الطريقة هل إنه بقية الدول الصغيرة يلي عندها تقسيب بإيران يوم أو مراقبة مثل ما مراقبة إيران مثلا؟ لا إيران أكتر بالتيل حتى كوريا الشميلية مش مراقبة يعني بيطلع الرئيس الكوري بيفرجينها بالفيديو وهي قليلة نشوفه هو أخوت يعني هو أخوت وترح ترامب لعنده مش ترامب قبل يصالحه ويعترف فيه ويجرب يخذ منه أنه ما بقى رح أعمل تجارب نووية ولكن كيم يصور فيديو أنه هو عم بيجرب سلاح نووي ونحنا بعصر نحنا اليوم في حد من التسلح النووي وفي نهار مخصص لمحاربة التسلح النووي بـ 29 مجاهرة بهالطريقة أو مهم نعم ما حدا ما حدا بيرده باستثناء إيران بيعتبروا أنه كوريا الشمالية أول شي بعيدة عن محور النظام العالمي يعني بعيدة عن أوروبا وبعيدة عن أمريكا إيران أقرب على أوروبا وأقرب على أمريكا يعني بخاصة على إسرائيل وعن نفوذ الأمريكاني بالشرق هلأ إيران اليوم بما أنه صار عنده هلال شيعي يمتد من إيران للعراق لسوريا للبنان هذا خط واحد يعني الواحد صار يطلع بالسيارة بالسيارة اليوم بقدر يطلع من لبنان بيروح على إيران بالبر تحت سلطة شيعية بالمقابل عنا سلطة سنية بالخليج وعنا سلطة تركية اليوم بغرب أفريقيا هيدا التقسيم يلي عمل أيام أوباما اللي مفاكرين أن جو بايدن رح يكون أليا مع إيران إذا عمل جو بايدن عمل متل ما عمل أوباما يعني رح يخنق إيران أكتر يعني الصبحية قاسية دكتر مراد يعني هلعبنا نطريع بعد شو مع شف شربل محضر لنا يعني يعني بلشت الرويح بلشت الرويحة طيبة يعني للأسف للأسف بس الصبحية قاسية للأسف أنه واقع الشرق بيخل الدول كبرى تدخل فينا ووقتها بلشت فضايح الانتخابات الأمريكية قبل ما تصير من شهر بيّن أنه أمريكا تنبسط إذا الشرق مقصوم تنبسط أنه التركية الإخوان المسلمين أو حضر تتصوري الإخوان المسلمين المتطرفين على أيام مرسي يربحوا بمصر عميلا عبوريسكي يعني كأنه عميلا عبوريسكي يعني كأنه أنه أنت هون الشيعة يسيطروا تركيا تربح هون تطرف سنة مع أردوغان في تطرف سنة الخليج كمان سنة منحط لهم بعض مثل القطر تخلي تهزلهم بدنهم للخليجية ومنخلي لبنان عطول مهزهز لأنه أرضه ومنقصم أرضه هشة وهو منقصم على ذاته بين الطواقف نخلي الولايات المتحدة الأمريكية حتى الريسك قدامنا وتكننا لعب نحنا بصغار وتربيح هيدا وتخسر هيدا وسلمرة هالزوعة تقيل للبنان إن شاء الله لا ومن بعد انفجار بيروت شو يعتبر انفجار بيروت مش نووي طبعا ولكن رح أرجع عيد هو أكبر انفجار بالتاريخ غير نووي انفجار بيروت بأربع قيب أكبر انفجار بتاريخ البشرية مش نووي فتنا بي جنس يعني الحمد لله شو للأسف نحنا فيتين بكتير اشها بي جنس على ريحة الدم فتنا بي جنس للأسف هلأ رحقول أكتر من هيك عن أقوى أمبلي أمريكية تجربت بال2017 نعم غير نووية الأمريكان عملوا أم القنابل AGBU عملوا أقوى أمبلي غير نووية قوتها 1 كيلو تون انفجار بيروت 2 كيلو تون يعني انفجار بيروت أقوى مرتين من أقوى أمبلي غير نووية ما تكلف شي عمل حاله بحاله كمان 100% بس لا المضحك والموكي ما تكلف حدا شي أنه لا عرفنا إذا انفجار ولا عرفنا إذا صاروخ ولا عرفنا إذا أهمال ولا عرفنا إذا حق على الدولة لبنانية أو على دولة خارجية ولا عرفنا إذا الطيران اللي كان عم بيحلق فوق بيروت وفوق كسروان والمتن هو اللي ضرب مستغربين إذا اغتيال بقلب طهران كيف صار مش مستغربين وفي أكبر نصف مرفع بيروت تصور والبوروم رائب والكاميريات موجودة ولكن العناية هي العناية اللي هي منرجع من نكرر عطول أنه كانت إلى جانب لبنان لو نحنا بكينا على الشهداء بعدنا عم نبكي بعدنا عم نبكي على اللي صار بالجرحة واللي صار ببيروت وبالأشرفية بشكل خاص لأن نسبة إعاقات يمكن مش عم نحكي عنا بظروفنا هالقدي اللي صعبة من بعد هيدا الانفجار في نسبة إعاقات يمكن الانفجار النووي ما كان عملها في إعاقات وفي مشكلة نفسية يعني اللي عيش هالانفجار بقلب الأشرفية أو المناطق المجاورة ببيروت إن كان ببيروت الغربية أو على الدورة أو وصولنا للزلقة جل الديب اللي عيشوا هالانفجار اللي بكيو هيدا حالة نفسية بعدها لهلأ أمرافقتهم أو يمكن هلأ بلشت حتى لأن أول شيء منكون ملتهيين بحجم الكارثة وملتهيين انساعد بعضنا بعدين لما شوي بتهمد الأمور بتبلش المشاكل النفسية تبين واللي هي كتيرة بتبين عند الولاد بعد عشرة وعشرين سنة كلما سمعوا شيء كلما شايفوا شيء خافوا منه والأكتر من هيك بما أنه سألتين نحنا هلقدي ريسك نحنا باللبنان ريسك عم يلعبوا فينا نعم انفجار بيروت نقدر نحطه ضمن هاللعبة هاي لأنه بعد التطبيع مع دول خليج ويمكن جاي التطبيع مع السعودية وشفنا مرفق حيفا عم يرجع ينشط بالفترة الأخيرة انضرب مرفق بيروت بنفس الوقت تطبيع بنفس الوقت توسيع وتطوير مرفق حيفا ليكون صلة توصل بين الخليج والعالم يعني دور دور التاريخي لبيروت وللبنان عبر مئة سنة أو مئة وخمسين سنة من عمر المرفق انضرب بأربع ما بيش في شك أن اللبناني مشاركين أساسيين بهذا الانفشار مشاركين أساسيين أعمال يعني بشكل كتير كبير إذا ما كانت تواطق بشكل كبير اللبنانية مسؤولين بشكل جمان كتير كبير على الوضع اللي وصلنا له هن مسؤولين عن اللي وصلنا له لأنه إن كان مواطن أو مسؤول أو سياسي هو اتنانتهم بيتحملوا كل واحد بحسب نسبته مسؤولية الوضع اللي وصلنا له إن كان بانفجار بيروت أو الوضع السياسي أو الوضع الاقتصادي أو الوضع الاجتماعي هن بيتحملوا مسئولية لوصلنا له. وإذا اللبنانية هن ما عرفوا قاموا من مطرح هن من الكعب اللي وصلنا له ما رح في شي يخلي نقوم ما حدا بيفكر فينا متل ما رح نفكر بحال ما. شكرا لك دكتور مراد على أمل أنه شيء عجوب تشيلنا من هالمطرح اليوم. نحن يعني بزمن فعلا هلأ بحاجة لأعجوب كتير رجل اللي تشيلنا من هنا. إن شاء الله. لبنان قدم قدسة أكيد. 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 شكرا لعلاك. وعافية لهم جامعة متابعة على لايف. موسيقى